نفى الناخب الوطني وليد الريكراكي هذا اليوم تأثير سماسرة ووسطاء اللاعبين على انتقائه للوائح التي يتم استدعاؤها للمباريات والمعسكرات التدريبية أو وجود طفيليات بمحيط المنتخب الوطني وأفاد وليد الريكراكي في ندوة صحفية أن كثيرا من الناس يتحدثون حول تأثير وكلاء اللاعبين مضيفا أن هؤلاء شئناء أم أبينهم وكلاء للاعبين وعندما نتواصل مع لاعبين مزدوجي الجنسية من الضروري التواصل مع وكلائهم وأكد أنه حتى المدربين قبله وفي جميع الفرق والأندية ينبغي التواصل مع وكلاء اللاعبين فلتواصل مع رونالدو ضروري أن يتم ذلك عبر جورج مينديز للاتصال به هذه هي القاعدة وتابع أنه بالنسبة له لا تأثير لهؤلاء الوكلاء على اختيار اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم للائحة المنتخب مضيفا لأنني من يضع التشكيلة أبحث عن اللاعبين الذين يناسبونني وعندما أهتم بلاعب ما أتواصل حينها وقال الريكراكي أما أن يأتي أحد الوكلاء بلاعبه لتشكيلة المنتخب فهذا معنى أنكم لا تعرفونني ولا تعرفون طريقة تفكيري مضيفا أنه لا يوجد وكيل يستطيع أن يأتي بلاعب للائحة المنتخب فقط لأنني أعرفه أو أجلس معه وبخصوص معرفته بوكلاء اللاعبين أبرز الريكراكي أنه كان لاعبا من قبل ومدربا وهناك زملاء له أصبحوا وكلاء وبالتالي من الضروري أن يكون له معرفة بهم لكن لم يسبق يوما أن طلب أحدهم إدراج لاعب أو سيكون ذلك مستقبلا وأشار إلى أنه في لائحة اللاعبين الخمسة والعشرين للمنتخب الذين تم استدعاؤهم للمعسكر الإعدادي يوجد ثمانية عشر وكيل أعمال من جنسيات مختلفة وأضاف الناخب الوطني أنه لا وجود لأي وكيل أعمال لديه عشرة لاعب ضمن تشكيلة المنتخب الوطني حتى يمكن الحديث عن التأثير ترجمة نانسي قنقر